يلا منذ اللف ودوران خلينا مع بعض نشوف كيف نقدر نستخدم هذا التطبيق اللي اسمه cam scanner لحتى نحول أوراق أو صور باسبور أو صور شمسية عادية لملف pdf وتقدروا تخزنونهم عنكم بقلب هذا التطبيق اللي اسمه cam scanner في حال بالمستقبل انتو قررتوا مثلا تقدموا على شغل أو قررتوا سافروا بلد وطلبوا منكن أوراق معينة كل ما عليكم تساقونا تفتحون هالتطبيق وتلاقوا كل الملفات اللي مسيبة عنكن بنوع الملف اللي اسمه pdf يلا أصدقائنا إخوانا خلينا مع بعض نسوي بحث وداونلود لأبليكيشن اسمه cam scanner أنا حاليا عم بستخدم play store بس فيكن تنسلونا عن طريق الابل store إذا تابون حنسوي بحث ونسوي download أنا أورادي منزل التطبيق عندي على الجهاز حسوي open حيطلع لكم تنبيه إنه لازم تسوي تسجيل لازم تسجلون تحطوا إيميلكون وتحطوا الباسوورد أو كلمة السر في حال مثلا بالمستقبل قررتوا تستخدمون الأوراق اللي حفظتونا عنكم على هذا الجهاز أوكي فيه ثلاث أشياء اليوم حسوي لن أنا سكان ثلاث أشياء حسوي لن مسح ضوئي عندي أول شي حسوي لن مسح ضوئي هو الورقة هذي اللي شايفينا هون وبعدين عندي البزنس كارد وبعدين صورة الشمسية لما كان في عندي شعر أوكي حنبدأ أول شي مع بعض نسوي مسح لهذه الورقة ونحط أوكي متل ما شايفين أكنكن استخدمتوا سكانر تقليدية حنسوي مسح أو سكان للبيزنس كارد كمان نفس الشي سوينا للتحطيز وآخر شي لصوت الشمسية في حال مسلا بالمستقبل على السريع سوي اشتراك للقناة وسوي لايك للفيديو استقبل قررت جدد هويتي أو قررت جدد الفيزا أو قررت أقدم على شي اسمه فيزا السفر على بلد مثل البريطانيا وطلبوا مني صورة بكون موجودة عندي محافظة على هذا التطبيق أوكي هلأ ثلاث صور موجودين عندي على الجهاز وكل هالصور متل حم تشوفوا يعني افترضنا مسلا بدي أنا بي دي اف كل ما عليكم تسوينا تيكو بسون شير بي دي اف وتبعتونا ايميل فيكم تبعتوها عن طريق الواتساب ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو بلال بسنكبورة عربة بسنكبورة مع السلامة